طيب كيف يتغير هذا الخلق السيء للخلق الحسن ما دمنا أمام أزمة حائية الأزمة تتلخص في أزمة مع الخلق نعم كيف نستدعي الخلق الحسن كيف نتأسى بسيدنا صلى الله عليه وسلم وكان قرآن يمشي على الأرض يجاوبك القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها أي طهرها وقد خاب من دساها دساها أنا الله لا يقدر لعلي ولا عليك ولا على المشاهدين بحب أكسب والكاذي برازيلا خلاص أقوم أنا بني وبنفسي وكفى بنفسك خلاص أحاول تاني يوم أقلل نسبة الكذب بغيره بغيره لعندي مشطب كنت بكذابة وتحلى بالصدق هنا عيجي الامتحان الصدق هيكلفك أنا هيكلفني فيها في أي دار في دار محكم علىها بالزوال ولا أهمني لكن دار البقاء هي المكافأة هي هتستقبلني صادق صحيح إذن أو الحياة أو 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 إلى آخره إذن مجموعة القوى والميول والطبائع اللي بتشكل فطرة الإنسان ومزاجه النفسي نفسي أبا للبد واللي بتبقى هي اسمها الخلق ممكن تبدلها وممكن تغييرها بلا صعوبة ترجمة نانسي قنقر